الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كتاب صريح البعيان صحيفة 541 بيان النعورة المرأتي أمام الرجول العنبيا لا يدخل فيها الواجه والكفاين alors on est dans le livre صريح البعيان au chapitre que le visage élément pour une femme libre ne rentre pas dans la عورة ne rentre pas dans la zone de pudeur et on a parlé dans le hadith que le prophète عليه الصلاة والسلام Amina dans le jour de l'يد il y avait une femme jeune belle qui lui posait une question et son cousin a regardé cette femme et le prophète a tourné le visage de Al-Fadl ibn al-Habbas وَلَمْ يَقُلْ لِلْمَرْأَةَ غَطِي وَجَاكِ أَنْتِي جَمِيلَ إِنَّمَا صَرَفَ عُنُوْقَ إِبْنَ عَمِّي alors le hadith rapporté par Al-Bukhari commenté par Ibn Hajar al-Asqalani et d'autres ont pris l'argument que le visage de la femme ne rentre pas dans Al-Hawra c'est qu'une femme Amina le jour de l'يد a posé la question au Sayyidina Muhammad pour son père qui n'arrive pas à tenir sur la monture pour venir faire le hajj est-ce que je peux faire le hajj à sa place que le prophète a dit oui mais Al-Fadl il regardait la fille parce qu'elle était belle et le prophète a tourné le visage de son oncle إذن النبي صَرَفَ عُنُوْقَ إِبْنَ عَمِّهِلِ إِنَّهُ كَانَ يَنْظُرْ إِلَهَذِهِ الْمَرْأَشَّابَ الْوَضِيَةِ le prophète n'a pas dit à cette femme tu as désobéie couvre ton visage maa kala la rati wajahki wa in kalu hadha kana filhaj na'am wa in kalu hadha kana filhaj na'am wa lakum kana miki nuhasad il m'a tajafi si quelqu'un il dit mais c'était au pèlerinage la femme dont le pèlerinage découvre on dit mais il a pu couvrir comme les épouses du prophète avec quelque chose qui éloigne le tissu de visage wa in zakan نقول لها على المرأة في الصلاة والسلعة لتواجهة وهذه الحجات ولكن هناك 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 حجرت في حجرت على حجرت وحسن خلى الجعب على سبيل المرأة لأنه بالصلاة لا يصح أن تسجد على على الثوب الذي يعني يحول بين الجبهة وبين الأرض وفي الحج يجب أيضا أنه لا يجوز تغطية الوجه في هذا الحديث دلالة على رجحان جواز كشف المرأة وجهها مع خوف الفتنة لأن بعض العلماء قالوا كالنووو وإمام عظيم قالوا بجوز تغطية المرأة وجهها ولكن مع هذا قول غيره أو لا نوفق الأقرب للإجماع أو لهذه الحديث on a dit que certains ont dit que la femme doit couvrir le visage comme النووي mais l'avis le plus juste que non et l'avis qui dit que les hommes doivent baisser de son leur regard نول رجول يغط بصره أما هي لأي جب عليها انتغطي وجهة وجهة لأي سعورة و هذا ما قاله شريح مختصر خليل محمد علیش المالكي في كتاب السلات et c'est ce qui a été dit par الشيخ محمد علیش المالكي dans le chapitre 12 السلات dans le livre شريح مختصر خليل ومحلو الدليل في الحديث قولوا عليه السلات والسلام رأيتو غلاما حدثا وجارياتا حدثا فخاشيتو أن يتخول بينهم الشيطان l'argument que le prophète a dit j'ai vu une jeune fille j'ai vu un jeune homme j'ai eu une crainte que le شيطان cherche à aller faire tomber dans un péché ومقابله ما ذكره بعض الشافعية من المتأخرين كالشيخ زكريا الانصاري والرملي وهذه الرواية التي عازاها الحافظ للطبري صحيحة أو حسن عند ابن حجر لأنه التزم في المقدمة أن ما يريده من الاحاديث مما هو شرح لرواية البخاري أو زيادة عليها هو صحيح أو حسن هو ابن حجر a dit los que il comment los que il cite le hadith dans le commentaire il no cite que le hadith soit juste ou حسن ابن حجر فتح الباري قال أنا لا أشرحه لا أدخل في الشرح على صحيح البخاري إلا أحاديث صحيحة أو حسن لا أشرح بالأحاديث الضعيفة لذلك هو فتح الباري كتاب مهم جدا جدا وقلنا أنه هذه الرواية التي عزاها الطبري هذه التي يعني قلنا رواها الطبري صحيحة أو إنها حسن عند ابن حجر بالنسبة لكتاب ابن حجر قال بعضهم لا الحديث تعرف فيه حديث لا هجرة بعد الفتح لا هجرة بعد الفتح في حديث وأنه بعد فتح مكة ما فيه هجرة صارت صار جهاد ونية وكذا وخلص فتح مكة ما عاد فيه فريضة الهجرة إلى المدينة قبل كان يعيب بالنسبة لاجب حول المدينة كان لجل على المدينة وفي العالمين المدينة وفي حال النبي صارت صارت إلى المدينة لا يصل إلى المدينة والمدينة لم يمكنني فيه مدينة لتحسن الهاجرة يعني يترك هذه البقعة إلى بقعة أخرى يقيم فيها دينه إذا كانت في مكان في مكان في مكان ون لا يساعده ون لا يساعده ون لا يساعده ون لا يساعده أفعله حرام فهذا يساعده لم تكن أرض الله واسع فهذا يساعده فيها الآن لماذا أردنا لقد قلنا لا هجرة بعد فتح قال أنه بعد فتح شرح البخاري فتح الباري من يستطيع أن يأتي مثل هذا الشرح هو قبل سبقه أناس شرح البخاري لكن ليس مثله فبعد شرح البخاري لابن حجر العسقلاني من يستطيع قالوا يعني يكاد يكون الأمر يصعب جدا أن يأتي واحد فيأتي بشرح للبخاري مثل هذا فتح الباري من يأتي أن يأتي أن يأتي لك كومنتار كومنتار لابن حجر العسقلاني فيه فتح الباري 12-13 أنا قلت لكم أن الشيخنا الشيخ عبد الله كان يكثر من القراءة في فتح الباري و شرح إحياء علوم الدين لمرتضى الزبيدي مع كتاب روضة الطالبين يعني كان دوما مشغول في القراءة والمخطوطات لكن هذه الكتب من أكثر ما كان يقرأ فيها لأن أصحابها أصحابه شأن ذو شأن ذو علم كبير كسوان نووي ولا ابن حجر العسقلاني أو مرتضى الزبيدي ومع هذا ومع مثلا شرح مسلم من شرحه النووي بس ليس كما فعل ابن حجر العسقلاني مع البخاري شرح النووي رضي الله عنه شرحا لا بأس به لكن ليس مثل طريقة ابن حجر مع البخاري لكن يعتبر شرح مهم جدا c'est très important c'est très rich le commentaire de صحيح موسلم et le commentaire de البخاري شو بيقول واحد من الوهابية الصعالي كاي دول الصغار صعالوك من الوهابية قال اللهم يسر للصحيحين من يشرحهما من أهل السنة يا غبي يا أليل الأدب يا أليل الفهم يا مجسم يا مشبه اللهم يسر للصحيحين من يشرحهما من أهل السنة ابن حجر العسقلاني علم من علام أهل السنة والإمام النووي علم من علام أهل السنة أما أنتم المجسمة لستم من أهل السنة أنتم المجسمة لكن هم لما كانوا يحاولوا أن يسرقوا اسم أهل السنة إلى الترسيم للمجسمة أنتم مجسمة أولاد عم الصهاينة أولاد عم اللي بقولوا تعب فاستلقى أنتم المجسمة أولاد عمهم يقولون تعب فاستلقى وأنتم تقولون جلس وقعد ووضع رجليه على الكرسي هذا مثل ذاك أهل السنة لا يقولون بالتشسيم والتشبيه لما شراح الحديث للبخاري والمسلم ما كان فيهم مجسم واصلا مين يعني من المجسمة مين بدوا يشرح من يعني بعض من روى الحديث مثل الداريمة عارف كيف بعضهم بس من فيهم أئمة من فيهم أهل التشسيم ما فيهم أئمة في ابن خزيمة يعني في الحديث ما كان إماما يعني في العقائد وعلم التوحيد وكذا ولكن يقال رجع قال أشياء خطيرة ثم رجع تراجع عنها في باب العقيدة أما ما عندهم ما عندهم أئمة هؤلاء ابن تيمية مجسم مشبه ابن القيم مشبه مجسم قال صاحب المبسوط الحنفي ثم لا شك أنه يباحوا النظر إلى ثيابها ولا يعتبروا خوف الفتنة في ذلك فكذلك إلى وجهها وكفيها هذا أما نحكي نحن كتاب كبير من كتاب الحنفي قال الله المبسوط قال مؤلوب شيئاً هذا نظر ليس سحرام قال الحفظ الزبيدي في الاتحاف فإذا خرجت لمهم يعني المرأة خرجت لمهم فين بغي أن تخرج تفيلة غير مظهرة للزينة ولا لبسة ثياب التباهي ولا مختالة في مشيها هذا الإمام مرتضى الزبيدي قال الحفظ لك لا ينبغي كل هذا إنما راح تشتري غرط راح تبيع صوف راح تكذا تزور أمها تزور أختها تخرج من غير زينة من غير طيب من غير مشية الخيالة من غير أن تفعل شيء أن يلفت نظر رجال مكشب اليوم Ahhh مكشب اليوم ايه لأنه أن يكفر الرجال كتير منهم فاسدين بكثير من هذه الأشخاص يحبون أن يساعدون المرة أستاذ مدرسي هنا ويجأة مع التلميذ وبنتي راجية معهم فالأنا يعني عندما أرى أن أشخاص مع الفلار كيف ستطلب؟ وهو يقول لأنه أنت مريض لأنكابل عربي نعم؟ في ناس مثلا بسوريا بالسوق المزدحم لسهل يوجد الكثير من المزدحم لسهل يوجد بعض الفاجرين من هؤلاء ومع الزحمة ويضروا بيضاوا على هذه المرأة على مؤخيراتها على فرجها على صدرها بس مع الزحمة كيف حتعرف؟ فالحق الأسمع أن الرعب في الواسط المزدودية فهذا فضلك لا يوجد الأشخاص عندما ترني من المزدد من المزدد من المزددSchان لما يجب أن يكون تقديم من المزددھ لما يلاد على المساعدة لن يوجد مش مزدد في ناس مثلا مع المزدد من المزدد و لا نقول لن ينفد أن جاء الكثير من المزدد في الحقه بل هو كوجه الصبي الأمرد وهو الذي لا نبات بعريضي في حق الرجل فيحرم النظر إليه عند خوف الفتنة إذا كان بشهوة فقط Alors يقول الزبي qu'on dit pas que le visage de l'homme pour elle عورا non mais si elle craint si elle regarde cet homme qui est beau elle craint d'être séduit alors elle ne le regarde pas وفي سير نظر المرأة للراجل بشاه وحرام ونظر الراجل إلى وجه بشاه وحرام alors le jugement la femme regarde l'homme avec désir c'est حرام et que l'homme regarde le visage de la femme avec désir c'est حرام فَإِدْ لَمْ تَكُنْ هُنَا كَفِتْنَ وَلَا خَافَ فِتْنَ فَلَا يَحْرُمُ النَّظَرِ alors s'il n'y avait pas un désir et il n'y avait pas une crainte d'être séduit alors c'est pas interdit وَإِنْ خَافَ فِتْنَ وَلَا يَنْظُرْ بِشَهْوَا إِنْ كَنْ يَنْظُرْ بِلَا شَهْوَا وَلَا يَخَافَ فِتْنَ إِذَنْ لَا يَحْرُمُ وَهَذَا اخْتِعَرُ الْمُصَنِّفِ يَقُولَ الزَّبِيدِ أنُّ هَذَا مَخْتَارَهُ الْغَزَالِ غَزَالِي لَا دِي que si tu regardes le visage d'une femme et toi tu n'as pas regardé avec désir يَحْرُمْ يَحْرُمْ تَحَارُوزَ مِنَ الْفَتْنَ alors si il craint d'avoir un regard avec désir il y a deux avis deux avis de regarder avant parce qu'une fois qu'il a le désir tu dois baisser mais avant tu crains de regarder avec désir il y a deux avis que certains disent c'est haram alors tu crains de la regarder avec désir إِذَا كُنْ تَتَخْشَا من النظر النظر بشهوة أن تقع بالنظر المحرم إذن قالوا بعضهم قال يحرم وقال الصاحب التقريب واختاره الإمام يعني الجويني واختاره الإمام أي إمام الحرمين الجويني إنه لا يحرم الإمام الجويني بيقول لا يحرم صاحب التقريب يقول أنه أنه إمام الجويني يقول لا يحرم قال الشيخ محمد عليش المالكي في شرح مقتصر خليل ممزوجا بالمتن وهي العورة مع حرة مع رجل أجنبي مسلم جميع جسدها غير الوجه والكفين ظهرا وبطنا الأغل المالكي محمد عليش يقول لكل كورد لفم عورة سوف لفزاج وليما عندما نقول لما يعني فالوجه والكفين ليس عورة فيجوز لها كشفهما للأجنبي وله نظرهما إلا متخشى الفتنة يعني ورد في الحديث أنه مرة واحد قال يا رسول الله خطبت فلانا قال نظرت إليها قال عد فانظر إليها قال الشارح أي إلى الوجه والكفين لأنهما ليس عورة يعني revient et regarde parce que tu lui as demandé la main d'une femme mais pourquoi parce que toi tu veux la continuité de mariage par le visage tu vois est-ce qu'elle est belle ça te convient ou non et par les mains tu vois l'âge est-ce qu'elle est jeune ou non أنه بالإيد تعرف تقريبا العمر وبالوجه alors la vie chez eux qui est fort qu'elle doit couvrir قال عياد لا يجب عياد parmi الملكي elle dit non ce n'est pas obligatoire c'est qu'elle craigne la fattene c'est aux hommes de baisser la droga parce qu'elles ne sont pas qu'elles ne sont pas qu'elles 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 vont qu'elles c'est ولكن لا أفهم افعل ذلك أيضاً بإنطاءها لكن مثلاً في إجراء المجلس في رجالة أو في النساء لا يحرم أنت لم أقرأه من نسوان مثلاً بالضبط لديك هناك الأحيان في المكوزة في المكوزة فمرة حزب الإخوان بالأردن بيقولوا حرام الاختياط وهي دولي ناس منافقين بصراحة منافقين منافقين حابعطيكم دليل الأردن هذا بالجامعة وعم يحكي فهو سمع أنه بعض تلاميذ شيخ عبد الله بالأردن بيدرسوا بيكون في مجلس نساء خال لا يجوز حرام يدرسون النساء ويختلط الرجال مع النساء الأردن أسلم، فهو سمعنية، فهو انتشاء وعم يدرسون النساء قلت لكم لدينا لدينا سأطاني كان كان لدينا جنان وجن وخم diğer بعض ،ل قال اذا انا وهنا ون ون سأحمد الله لا يجوز ه أطفال الله لا يجوز من في اخرج بعد فقال لأ سأحص لأ يقول سأحص سأحص عم كواسة. انه بالاول استغفر الله لا يجوز بعدين. فقط لانه لانهم هما يريدون ان يعني اه اغطازوا انه الناس بالاردن عم تتعلم وبدأت تكشف حقيقة حزب الاخوان. حزب الاخوان حقيقته انهم جماعة هدامة يريدون الوصول الى الحكم ما بهمهم اسلام ولا غير اسلام. اليوم بسبب النفاق والدجل تحزب الاخوان بلوزان والمجموعة ببريي وهي دول المجموعة بسبب هذا وصلوهم انه حمضوا بنشان الامو سكسواليتي وكذا وكذا فاتوا ببعض وترغوا خلطوا الدنيا كلها لانه صاروا لولهم منافقين انت شو خليتوا من الدين لانه هؤلاء بوصوليون تعرفوا كلمة وصوليون وصولي بد يوصل. هلأ كيف بيوصل؟ بالامو سكسواليتي بالالكول بده يوصل. بيوصلوا ما بيحكموا بالاسلام بس ما انتوا عم تقولوا الاخوان المسلمون. لا انا بتطلع معي لكن الاخوان المجرمون. الاخوان المنافقون. الاخوان الغشاشون المدلسون كل هيده بتركب عليكم. اما الاخوان المسلمون ما بتركب عليكم. ما بتركب. لانكم تنافقون في العقائد وفي مبادئ دين الاسلام تنافقون. نسأل الله السلام والعفو والعافية. وحسن الختام والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.